اشتركوا في القناة ومحبة وسلام الثامن عشر من شهر يبريل لعام الفين وخمسة عشر للميلاد انطلاقت المهرجان السنوي الختامي الكبير لسبقات الهجن العربية الاصيلة هنا في عاصمة الميادين بميدان الوثبة مشاهدين العزاء متابعين الكرام اياتي ثاني اشواطي هذا اليوم خلال عشرين شوطا التي رصدت في الفترة الصباحية وايضا كما نذكر بانطلاقة المساء وانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقها سوف تكون في تمام الساعة الثانية والنص من بعد ظهر هذا اليوم ايضا كما نشكر مؤسسة هجن الرياسة على الدعم الكبير والتسعيرة التاسعة التي تاتي مرافقة لهذا المهرجان هنا عبر قناة ياسا الرياضية اذا هنا ناتي مع ياسا ومع كل الناس ننطلق مع شوط القعدان الاربع كيلو مترات هي المسافة المقررة ايضا لسن الحقائق والتي رصد لها الثمانون شوطا في هذا المهرجان مباشرة السير الى هملول فلاح بن فهد بن فهيد الهاد جرياتي شعار بن طحنون على المركز الاول بينما انتقل مباشرة الى مشهور مبخوت بن حمد بن عود العامري بينما المركز الثالث احيابل الصغير بن محمد بن سهيل المنصوري اللي وصل على المركز الثالث المركز الرابع مسعف سعيد بن ناصر الدرعي وصل في هذه اللحظات على رابع المراكز نقلتنا الى المركز الخامس هنا ايضا كما تشاهدون عبر قناة ياسا الرياضية ياتي ايضا شعار اليبهوني ويتجول بطيارة اليبهوني هنا مع ايضا هتانياتي محمد بن علي بسهيل اليبهوني ولكن الدخول الدخول من الشعار القادم بدأت الشعارات هنا وبدأت الاسماء شاهين عبدالله بن عميه بن عمبر بالذويب العامري وهناك الشعار سالب سهيل بالشرجي يصل مع زعفران في هذه اللحظات مشاهدينا العزاء متابعين الكرام بدانا ندخل الغلاف الجوي للكيلو متر الاخير بدأ الرقص مع النجوم بدأ الرقص مع الحقايق الله 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 من طحنون مازال على الصدارة الاولى على مقدمة هذا شعار على الانطلاق الاول يقدم هملول لها والأهمن فهد من طحنون الهاجري ينطلق على صدارة شعاري ولكن الدرعي القادم من القوع القادم من المسارة. وصلنا منطقة الاعلام وصلنا منطقة الاعلام الخليجية الله 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 الوثبة الله الوثبة على هذا الاداء الرائع والنجومية الكبيرة في التنظيم التي يشاري اليها بالبناء بالفعل وصول احياب وصل احياب الصغير بن محمد بن سيف المنصوري والوصول هنا من شاهيد عبدالله بن عمر بذويب العامر اللي واصل هنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام ولكن قناة ياس ايضا منتشرة بعدساتها الرائعة والتي طلقت هنا احياب يحمل الرقم واحد ينطلق في المركز الاول الصغير بن محمد بن سيف المنصوريات هنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام ليذهب بالسلامات الى هالي مدينة زايد تهانين والنموس على هذا البوزي والانتصار لحظات الوصول مشاهدين العزاء متابعين الكرام مع خط النهاية مندفع عندي في اعرايا وجميل يسجل اولي اشواط الجعدان هنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام المركز الثاني وصل مسعب سعيد بن ناصر بن احمد الدرعي المركز الثالث املول لفلاح بن فهد بن فهد بن طحنون الهاجر المركز الرابع وصول ايضا اللي هو شاهين عبدالله بن عمبر بذويب العامل المركز الخامس هنا دخول من ضبيان رياض بن عبدالله بن سالم الخلبان القحطاني هكذا النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام هكذا الاشواط هكذا الانطلاق وايضا العودة الى التوقيت الزمني والمخرج وسام الهواري مشاهدين العزاء متابعين الكرام سن دقائق ثانية واحدة ثلاث اجزاء من الثانية احياب الصغير بن محمد السيف المصوري تانين ونموس على هذا الفوز هو الانتصار المركز الثاني مشاهدين العزاء متابعين الكرام هنا ايضا سن دقائق ثلاث اجزاء من الثانية مسعب سعيد بن ناصر بن احمد الدرعي من حلها في المركز الثاني بينما المركز الثالث وصول رائع وجميل من هملول فلاح بن فهد بن طحنون الهاجري ست دقائق خمس ثواني وجوزيني من الثانية ومشاهدين العزاء متابعين الكرام كما نعيد التنويه بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيق سوف تكون في تمام الساعة الثانية والنص من بعد ظهري هذا اليوم اعود ايضا بالكلمة الى الزميل هو الصديق نايب سعود الابلوي اشتركوا في القناة